اشتركوا في القناة المباحثات الرسمية التي عقدها سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع رئيس مجلس الشورى اليمني والتي اكد خلالها بندغر ان مملكة البحرين لا تتوانى عن الدفاع عن الشرعية اليمنية في كافة المحافل الاقليمية والدولية مشددا على ان ذلك هو دأب مملكة البحرين دائما في مد يد العون والمساندة لاشقائها في اليمن كما ثمن بندغر الجهود المخلصة لقوة دفاع البحرين ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وما قدمته من تضحيات كبيرة خلال مشاركتها وما زالت تساهم في ارساء دعائم الامن والاستقرار في اليمن كما اعرب عن تقديره للجهود التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من اجل مساعدة ابناء الشعب اليمني وتنفيذ عدد من المشروعات الانسانية والتنموية في المحافظات اليمنية المحررة وفي السياق ذاته قدم رئيس البرلمان العربي خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدة على دعم الامن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية في اليمن ومساهمة المملكة منذ اللحظة الاولى من اجل اشقائنا في اليمن ترجمة نانسي قنقر